السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اذا كان الشاب عمره 18 سنة هل يمكنه ان يتزوج السن القانوني باش يتزوج الشاب للشابة هو 18 سنة كما في المدونة للأسرة وان كان من قبل ما كان سن كان علامة البلوغ الفقهاء يقولوا علامة البلوغ هو ان المرأة كتعد في ملامح الانوتة والراجل في ملامح الدكورة وكتزوجه كان ايام زمن تزوجه على 14 عام 15 عام غاندي المصلح الكبير الزعيم الهندي اللي قاوم البريطانيا ودر اكبر اكبر طورة في العالم سلمية تزوج وعمره 14 سنة في الهندوس ما كان سن قانوني لبلغ سن مبلغ الرجال مبلغ النساء عنده الحق تزوج لكن في المدونة عشقه 18 سنة القوة بان الناس ما فهمينش بقين صغار طيشين كتزوجه ولا يفهمون القضايا للزواج وما عندهم قدرة على الاستمرار كيوقع الطلاق وكيوقع العدب فالناس تافقوا وقالوا وغن دلوا واحد سم كمخرج فكان اختيار جيد دلوا 18 سنة باش ما نوقعوش في كده بل الان كالقوة 18 سنة والناس بك يحب دهاش كل ما يكبر بزاف كان احسن يدخل الى 24 سنة حتى الـ 25 الـ 33 الى هدالك علاش لان الحياة صعبة را ممكن تزوج ولكن غدا يسبح مطلق واشو عارف ما قيمة الزواج يعرف الزواج مسئولية زواج ترتيب زواج صبر زواج مشاركة زواج معايشة زواج هو عائلتين فيما بينهما تحمل المسئولية نافاقة يخدم هذا هو كله زواج زواج ماشي فقط غير اللقاء بين عروس وعروسة ليلة الدخلة وصافي الزغاليد انتهى الامر هذا كرا لغير للبداية من البعد غدا تصبح وغدا تعد مسئول خصك لا بد المطبخ خصك لا بد الطبخ ولا العائلة ولا العراضات وغدا يقع الشباك بينهما هذا غير تقلق من هذا وهذا يتقلق من هذا خصك فاش تتفل عافية وتصبر وكيفاش ممكن تفكر دي الوليدات وتتربيهم هاتش كله 18 سنة ما كافياش خاص ما زال المرة ممكن وتكل عنايه ورعاية دي الولدين والعائلة والأحباب يحيطوا باوصوها ولكن بكر لا صعيب عليها ولدي الناس عندهم 30 عام وكلقوا صعوبة كبيرة لأن الحياة أصبحت شاقة والإقاع جد عسير ولكن إذا تزوج 18 سنة له الحق الكامل أيها الأحباب الكرام الوقت يدركنا أسأل الله الواحد الأحد أن يحفظ شبابنا وشاباتنا أسأل الله الواحد الأحد أن يملأ قلبهم إيمانا ويقين ويحفظنا وإياكم من وساوس إبليس ومن كين الشيطان أسأل الله تعالى أن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا ويصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا ويصلح لنا آخرتنا التي إليها معدنا وأن يختم لنا وإياكم بالحسن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته